تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى قصتنا اليوم من أكثر التعليقات اللي نطلبت دائما بقرأ احكينا عن قصة فلاس بروسيا دورتموند أو احكينا كيف بايرم يونيخ أنقض بروسيا دورتموند فقلت اليوم جاء الموعد نحكي القصة اللي طلبوها الناس لكن خلال مشاهدتكم دائما بذكركم تتركوا لايك على الفيديو لأنه بساعدنا نوصل جماهير بروسيا دورتموند جماهير بايرم يونيخ بالحقيقة كيف نادي عم بفوز ببور الأبطال بالتسعينات بل بأواخر التسعينات وبعديها بأكم من سنة في عام 2003 تبلش تطلع أخبار حيفلس حينتهي حيبطل موجود على وجه الكرة الأرضية وكيف نادي منافس خصم عنيد بتدخل وبقول أنا حنقذك وأعطيك فلوس وهل فعلا أنقضه وشو حقيقة إنقاض بايرم يونيخ لبروسيا دورتموند القصة اللي رجعت وتصدرت وسائل الإعلام كثير في عام 2013 لما التقى بايرم يونيخ مع بروسيا دورتموند في نهاية دور الأبطال المباراة اللي بنعرف جميعنا أنه آريون روبين وفرانك ريبيري قادوا فيها البفاري للقب بروسيا دورتموند بينهي عام 97 ما فيش مثله في كرت القدم تقريبا لأنه بطل دوري أبطال أوروبا بيهزم يوبينتوس 3-1 في مباراة شهيرة كان فيها زيدان ودل بيرو بصفوف اليوبي لكن قيادة ماتيا الزمر كانت تلك فيه من أجل اللقاب إحنا بنتكلم عن فريق فايز بالدوري مرتين وربعض موسم 94-95 وموسم 95-96 وبطل دوري أبطال أوروبا 97 ووصيف كأس الاتحاد الأوروبي 93 فترة ذهبية في التسعينات في تلك الفترة المنتخب الألماني كان أقرب أنه يكون منتخب بروسيا دورتموند من أنه منتخب أي نادي آخر في ألمانيا ماتيا الزمر في القيادة أنرياس مولر في الوسط يورغان كوهلر في الدفاع واشتيفر رويتر واحد من أقوى اللاعبين في ألمانيا وكارهاينز ريدلي اللاعب اللي حسم نهاي دوري أبطال 97 هدول هم اللي ساعدوا ألمانيا تفوز بيورو 96 وبنضيف إلهم الأسويسر المتألق شابوسات والبرتغال الممتاز باولوسوزا وفوق كل ذلك كان فيه ثعلة بعبقري مفيش منه بيدرب الفريق أوتمر هيتسفيلد أوتمر هيتسفيلد وقته كان بالنسبة لكثير ناس أحسن مدرب في العالم لكن بعد هذه النجاحات بعد هذه الإنجازات هذا الجيل كبر بلش يطلع من كرة القدم ويعتزل أوتمر هيتسفيلد شعر أنه خلصت مهمته فقرج وذهب إلى بايرم يونير الإنهيار كان سريع مع هذه الهجرة الجماعية دورتموند في سنة 99 ألفين بيحتل المركز 11 في الدور الألماني هون قررت إدارة بروسيا دورتموند خطوة غريبة خطوة غير مسبوقة خطوة مش مشهورة في كرة القدم وقتها أعلنوا أنهم حيكونوا أول نادي ألماني بيطرح ملكيته على شكل أسهم في البورسة الألمانية القرار أخذوا أعلى اثنين بإدارة بروسيا دورتموند جيرد نيباون رئيس النادي وميشيل باير المدير العام لذلك النادي الدخول في البورسة بيعني سيولي سريع على النادي وهذا الشي ساعدهم يبنوا الفريق من أول وجديد ويفوسوا بالدوري عام 2002 وهذه المرة كانت السادسة اللي بتتوج فيها بروسيا دورتموند باللقب الدوري وهذه المرة كانت بقيامة ماتية الزمر أيضا لكن مش كلاعب كمدرب هذا اللقب كان له ثمن الفريق تعاقد مع أحد أفضل اللاعبين اللي تشيقيه للصاعدين توماس روزيسكي وكان وقتها داخل هو وبايرن يتنافس عليه فهزم بايرن أيضا خطف سباستيان كيل من بايرن ينخ بالمعنى الحرفي للكلمة سباستيان كيل كان عم يلعب مع فرايبورد لاعب وسط مهم بالدور الألماني بايرن تقريبا أقنعه رأي على بافاريا اللاعب فجأة دخل دورتموند وحول كيل نحو دورتموند ثم كان فيه ثنائية هجومية عم بيكونوها رهيبة يان كولر لتشيك العملاق والبرازيلي ماوريسيو أموروزو في إحنا التقارير لموقع الاتحاد الأوروبي اللي بناقش فيها مشكلة دورتموند في تلك الفترة بيقول كلفوه ثلاث لعبين فقط من هدول خمسين مليون يورو في عام 2002 وذلك رقم يعني رهيب في تلك الفترة وكأنم نتكلم انه هدول الثلاثة روزيسكي كولر أموروزو بلغة اليوم ربما يكونوا كلفو دورتموند ميتين ميتين وخمسين مليون يورو هون الإدارة تورطت ما محا سيولي بعد ما دفعت كل هالمبالغ من أجل لقب من أجل إنجاز رياضي فقررت تعمل خطوة غريبة قررت تبيع ملعبها وباعوا ملعبهم لإحدى شركات الاستثمار العقاري إنجاز التعبير وبعد ذلك قرروا يستأجروا الملعب نفسه مقابل 17 مليون يورو سنويا كانت الفكرة بدنا سيولي أكبر الآن نحل مشاكلنا ومعلش من قصة شوية فلوس لهذا الملعب رغم إنه التزام 17 مليون يورو التزام كبير تدفعه سنويا لكن التفاصيل بعد ذلك كشفت إنه بروسيا دورتموند كان ما عندوش حل إلا يعمل هذه الخطوة وكان الموضوع أقرب للرهن العقاري من إنه بيع ملعب أعطوهم الملعب أخدوا فلوس وبلشوا يسدوا شوي على إنه عندهم حق يستعيدوا الملعب بعد ذلك لو تحسنت أمورهم خطة نيباون ماير كانت خطة وهمية خطة شوي فيها جنون بشبه خطة الجالاكتيكوس الأولى كانوا يقولوا لو جمعنا فريق كله نجوم قوي وظلينا نفوز بالدور الألماني وظلينا نشارك بدوري أبطال أوروبا وصرنا نقدر نفوز بدوري أبطال أوروبا حنصير أغنية حيجينا إعلان أكثر وحيجينا إعلام أكثر وحيجينا فلوس أكثر من المسابقات الأوروبية فنسيوا معلوم مهم جدا شو لو فشلتوا بمشروعكم شو لو فريقكم ما فاز كرة القدم لا بيحكمها لا فلوس ولا تكتيب كرة القدم لها معادلات ما حدا بيقدر يحلها حاولوا يعمل الشي سمون بعض القفزة الرياضية العظيمة حاولوا يقفزوا من حجمهم الطبيعي لحجم غير طبيعي حاولوا يقفزوا عن الطبيعة تاعة أحكام وموازين قوة كرة القدم واللي بيعمل هيك دائما بيتعاقب عقاب شديد وفعليا في صيف 2003 بروسيا دورتموندي بيفشل بالتأهر لدور الأبطال بعد ما خرج مع كلوب بروس في الدور التمهيدي بركلات الترجيح ولا العلم وقتها المدرب بتاع الفريق البلجيكي واللاعبين الشباب اللي كانوا معه كان مدرب اشتغل في منطقتنا العربية مع فريق الأهل السعودي اللي هو المدرب الفريق تفشل بالتأهل لدور الأبطال أوروبا راح يلعب دوري أوروبي أو ما كان يسمى كأس اتحاد أوروبي أيضا فشل بالتأهل في الدور الثاني خرج وهذه المرة خرج مع سوشل فرنسي بعد ما تعادلت نينثنين بألمانيا ثم نتيجة سحقة بربعية نظيفة بفرنسا خسر وخرج دورتموند بلشت تطلع أخبار ديون النادي في نهاية موسم 2003-2004 مليون يورو بعض العنوين بروسيا دورتموند ينهار الفلوس اللي كانوا يتوقعوهم الاتحاد الأوروبي بائجة لأنهم ما نجحوا رياضيا في عام 2005 ارتفعت الديون لـ 120 يورو في عام 2006 كانت التوقعات إنها توصل ما بين 138 لـ 160 مليون يورو وهذا كله رغم إنه اللاعبين لما عرفوا بالأزمة وافقوا ينزلوا رواتبهم بنسبة 20% فالمصيبة كانت أكبر من مجرد رواتب لاعبين دورتموند أحد عمالقة منطقة الروري الصناعية بيعلن إنه فعلا ممكن يفلس بيعلن ممكن تنسحب منه الرخصة الرياضية للمشاركة في الدورة الألمانية إنها دي في خطر سنة 2005 نصف الأول كان كارفي خسائر ما تقارب 35 مليون يورو سهمهم اللي كانوا طرحينه انخفض من 11 يورو لـ 2 يورو لأنه الثقن عدمت فيه ما حدا بيحط فلوسه بشركة ممكن تفلس تتذكروا التفجير الإرهابي اللي صار في مباراة دورتموند مع موناكو واللي كان هدفه حافلة النادي عشان الناس تقلق فينخفض الأسهم فالإرهابي يروح يشتري أسهم وبعدين يربح منها ماديا تتذكروا هذه القصة هذه فكرتها إنه لما يختل المشروع الرياضي بتنخفض الأسهم فاختلال مشروع دورتموند الرياضي وقتها كان رهيب فنهار من 11 لـ 2 يورو وتذكروا معلومة رح أحكيها الآن لأنه رح نرجع نحكيها مع بايرم رح دورتموند يحاول ياخد قروض يحل مشاكله البنوك قالوا له حل عنا الكل فاقد الثقة فيك حتى المستثمرين حتى إنه الولاية نفسها اللي بينتمي لها دورتموند قالت له مش رح أدعمك ولاية شمال الران وستفاليا بتعلن إنها ما حتتعم دورتموند لأنها لو دعمته حتعزز ثقافة الإصراف المجنون ودفع لفلوس وخسرتها وقالت هل تنافس رياضي شريف لازم يظل شريف بده يفلس يفلس الله معه نيباوم بالطر يستقيل نتيجة ضغوط من شخص الدخل وقرر يدعم بروسيا دورتموند ماديا فلوريان هوم كان عم بيشتري 26% من أسهم النادي وهو مليونير ألماني مشهور معاه كان وقتها 300 مليون يورو تقريبا وقالهم أنا مستعد أتكفل بمبالغ سنوية تزيد عن 20 مليون يورو بشرف مجلس الإدارة يستقيل وفلوريان هذا يصنف بالإعلام الألماني حتى موقع دوتشي فيلي كتب عنه في إحدى المواضيع إنه المنقض الحقيقي لبروسيا دورتموند دفع فلوس مقابل استقالة مجلس إدارة كان يشوفه ضعيف والما بيعرف فلوريان هذا رجل فري لكن عاش فضائح أخلاقية على فضائح مالية غريبة عجيبة ورجل يحب الشهرة ويحب الشعور بالقوة حسب كلامه هو شخصيا ويبدو أنه تدخل لإنقاذ بروسيا دورتموند كان هدفه هذا الشهرة والقوة في إقليم هو مهتم فيه تجاريا لكن زي ما نيبعه مستقال كان فيه ماير بتحلى بالمسؤولية الألمانية المعروفة مع أنه كان جزء من خلق المشكلة بقي وقرر يساعد بحل المشكلة وضع خطة ربما نسميها خطة على مدى ثلاث سنوات 2004-2005 2006 هذه الخطة كانت تشتمل تخفيض تكاليف النادي التشغيلية وأيضا تخفيض رواتب اللاعبين والاستغناء عن اللاعبين المكلفين أو اللاعبين اللي ما بيلعبوا مباريات كثيرة والمبدأ الثالث كان هو الأخطر لأنه مش بييدهم كانوا بدهم يستعيدوا الملعب كانت الفكرة أنه أحسن يكون عندي الملعب الآن وإني أدفع له مبالغ أقل من 17 مليون يورو الأقصات اللي عم أدفعها الآن فبتتوفر معاي سيولي أدفع للدائنين مقابل أنه الدائنين يوافقوا على شيء آخر أيضا اللي هو لازم الدائنين يتنازلوا عن الفوائد اللي إلهم على ديونهم اجتماع الإنقاذ في 14 مارس 2005 444 من المستثمرين الرئيسيين في بروسيا دورتموند أو الدائنين عم بيجوا بيحضروا اجتماع بتم عرض الخطة طاعت ماير كيف أنا حطلع النادي من الأزمة كيف الإدارة موافقة تطلع النادي من الأزمة البعض اقتنع البعض ما اقتنع مع النقاشات كانت الموافقة الدائنين حيوافقوا ياخذوا فلوسهم الأصلية بدون فوائد وتم الموافقة على تمويل أمر استعادة الملعب وفي الحقيقة الدائنين ما كان عندهم خيار آخر لأنهم لو رفضوا ذلك كانت كل فلوسهم حتروح لأن بروسيا دورتموند كان فيه طريقه للإفلاس وعرفوا وقتها فعلا أنه قصة بيع الملعب ما كانت استثمارية كانت سيولة عاجلة محتاجها إدارة النادي عشان تدفع فلوس اشتروا فيها لاعبين كثير على مشروع كانوا يحلموا فيه رياضي نسيوا فيه أن البنية التحتية أهم من اللاعبين نفسهم بعد هذا الاجتماع قدر بروسيا دورتموند يقنع الاتحاد الألماني ورابط الدوري الألماني بصلاحية أوراقه المالية وبأنه نادي قابل للاستدامة في كرة القدم فتم الموافقة لأنه يشارك في الدوري 2005-2006 و2006-2007 للعلم وقتها كان فيه تنازلات صعبة أخذها بروسيا دورتموند سمح ليانز ليمن المتقدم بالعمر يرحل فسخوا عقد موريسيو أموروزو أيضا سمحوا لكريستوف ميتزيلدر جرحل وروزيسكي أرسل لأرسنال أي لاعب كان ممكن ينصاب أكثر من اللازم كانوا يستغنوا عنه أي لاعب كان راتبه أعلى من المتوسط اللي حضوه براسهم كان لازم يستغنوا عنه عبر بروسيا دورتموند الأزمة وفي نهاية كأس ألمانيا 2007-2008 كان إعلان عمور الأزمة رسميا وصلوا النهائي لعبوا مع بايرن خسروا لكن اتأهلوا للدور الأوروبي هناك كان وقت القرار الحقيقي المهم جدا واللي خلى بروسيا دورتموند نعرفوا الآن في 2008 يورجل كلوب مدرب لبروسيا دورتموند اختيار كلوب ما كان صدفة كلوب كان عم بقدم مع ميندسكورة جيدة صحيح لكنه كان المدرب اللي بيحتل المركز 11 مثلا في الدور الألماني بأقل ميزانية موجودة في الدور الألماني وبأقل سعة ملعب موجودة في الدور الألماني فبروسيا دورتموند قال لك احنا بدنا واحد شاطر وبيعرف يشتغل بفلوسنا اللي عقدنا احنا هنأمل له الدعم الجماهيري هنأمل له لعبين أفضل هنأمل له عراقة بتفرج بعض الأحيان في أرض الملعب وفجأة تغير بروسيا دورتموند اللي بيبحث عن نجوم عطول بنسمع عنهم ريال مدريد وأندي كبير بداياهم للاعبين شباب محمد زيدان النجم المصري كابين برينس بواتينغ اللاعب الغاني المعروف الياباني شينكي جاكاوا اللي كلفهم نص مليون يورو وليبان دو فيسكي اللي غني عن التعريف جدا ومجموعة شباب عم بيطلعوا عمرهم 17 و 18 عم بياخدوا الفرصة بأرض الملعب بيفوز الفريق بدوري 2010-2011 بيطلع بعض النجوم بيكمل 2011-2012 بيجيب دوري ثم بيلعب نهاي دوري أبطال أوروبا 2012-2013 بتشكيلي كلفته 35 مليون يورو فقط وفي تلك اللحظة الجميع تذكر تصريح المدير الرياضي مايكل زورج لما تعاقد مع يورجين كلوب قال أعتقد أننا أخيرا وصلنا إلى خيار مقنع لنا كلوب مدرب مناسب لنا ونحن مناسبين له وكلوب مدرب مناسب لأهدافنا للعلم تشكيلي 2012-2013 اللي وسطت نهاي دوري الأبطال كانت شابة أيضا ومتوسط أعمارها يقارب 22 سنة إذن النجاح كان على خطة طويلة الأمد الخروج من الأزمة كان على تصحيح قرارات خاطئة وكان عن تضحيات قدمة ثم كان عن مدرب صحيح وإدارة رياضية صحيحة وتغيير كامل بالاستراتيجية والفلسفة لأن الاستراتيجية والفلسفة القديمة كانت مودي دورتمون يكون بارما جديد طيب وين دور بايرون ميونيخ باللي أنا حكيته في الحقيقة القصة كانت نايمة تقريبا ما حدا بيسمع فيها لعند ما موسم 2011-2012 بروسيا دورتموند كان عم بحافظ علاقة بالدور الألماني أولي هوينيس كان في اجتماع مع مشجعي بايرون ميونيخ وقال المعلومة هذه قال ما معناه والله إحنا زمان بروسيا دورتموند إيجانا محتاج 2 مليون يورو يدفع رواتب لاعبي أعطيناه وقلنا له سبنا إياهم بدون فوائد وبرر هوينيس موقف وقال إحنا منحب العراقة والأنديل عندها تاريخ عشان هيك دعمنا جماهير دورتموند أخذت الموضوع كأنه انتقاص من دورتموند وكأنه بيقول لهم هذا اللي انتوا فيه بفضلنا ووقتها أيضا يوب هانكس طلع صرح قال جميل جدا أنه بايرون ميونيخ بتعاطف مع الأنديل الأخرى وبالضامن مع الأنديل الأخرى بالدور الألماني وللعلم بايرون ميونيخ مش بس دعم بروسيا دورتموند هو دعم نادي سانكبولي وأيضا دعم نادي ميونيخ 1860 الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند فاتسكاب يطلعوا بصار روح بقول نعم قدمونا دعم فعلا ما في دعي ننكر الحقيقة الماضي لكن شبكة أتلتك بتقول إنه إدارة بروسيا دورتموند كانت عازمة جدا يكون أول دين تقريبا بتدفعوا ديون بايرون ميونيخ ما بدا هذا الدين يظل عليها دقيل عليها إنه من خصمك المباشر تاخد فلوس فدفعو لهم مليون ونص يوروب مباشرة بعد عدة شهور بس والنص مليون الآخر اللي يظلوا من الاثنين كان ضايل قصد من الأقصات على بايرون ميونيخ بشراءه لللاعب فرينغز من دورتموند خصموا منهم النص مليون يورو لكن الأمور طلعت لمستوى آخر لما طلع المدير المالي لبروسيا دورتموند توماس إترس بتصريح لقناة سبورتس برو موجود أيضا بتلقوه بصحيفة The Guardian وقال أنا بستغرب للناس اللي بقولوا بايرون ميونيخ أنقضنا من الإفلاس آه بايرون ميونيخ ساعدنا من موقع لكن إحنا ديوننا كانت 200 مليون فهموني كيف 2 مليون أنقضونا من الإفلاس لكنه أيضا الرجل استدرك وقال موقف بايرون ميونيخ مشرف للغاية وهو نادي ساعد عدة أندي أخرى فتصريحة رس بوضح الحقيقة بروسيا دورتموند خرج من عزمته برجاله بأفكاره بمشاريعه بايرون ميونيخ ساعدهم لكن لم ينقذهم هذا هو الكلام المنطقي منوصل هون لنهاية الحلقة وبذكركم دائما تشتركوا بقناة سيرفيسبورت على يوتيوب ومعكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وحكولي بالتعليقات شو بتكم قصص والسلام عليكم ورحمة الله